هذه هي العجينة اللي غتوفر عليك بزاف ديال الوقت فرمضان عجينة اللي كتجي اسفنجية خفيفة رائعة جدا كلها فقاعات الاهم من ذلك ان بعجينة وحدة تحضروا جوج اقتراحات تحضروا بها الملاح وتحضروا بها الحلو تحضروا بها كل ما بغيتو كتجي رائعة جدا وخفيفة حلقتان وكتوفر عليكم بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المجهود محتاجوا ان شاء الله ستادي الكووس ديال الدقيق ما يعادل 600 جرام مع كاس ديال الفنو اي القمح الصلب او السميد ناعم جدا نخلطوهم بجوج ونضيفو معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز ما يعادل 8 جرام وجوج معلقة صغار ديال العسل اذا عبرتو بالملعقة الكبيرة عملو معلقة كبيرة واللي ما يبغيش يدر العسل يدر معلقة ديال السكار نص معلقة صغيرة ديال الملحة وغادي نجمعو بالمدافي نضيف الماء تدريجيا ونحنو نجمعو العجينة اللي عندها العجانة تعجين بها اللي ما عندها شي هذا تعجين العجينة بيدها وتدليلها مزيا وما طلع هاش قاسحة طلعها من الاول هكا مرخوفة الماء تقريبا ثلاثة ديال الكيسان واربعة اعبرتو بالمل רוצي 1.5 لطر ديال الماء نضيفو الماء تدريجيا ونحنو نجمعو العجينة ديالنا طلعوها مدلو كمزيان وما طلعوهاش قاسحة لاحظوا معي القوام ديال اللي عجينا وفي الاخر تندهنوها بشوية ديال الزيت ونخليوها ترتاح او لتختامر على من وجودو الحشوة في ميقلات وضعت الزيت وضعت البصلة بالروم على البصلة العادية تقدروا تديروا اي نوع البصلة عندكم حتى تشحروا ضفت شوية ديال لحم المفروم جوج جزارات محكوكين في الحكاكة كرقيقة حتى تشحر داك الجزار واللحم المفروم ضفت الزيتون خدار مقطاع القصبور ومعدنوس الهريسة معلقة كبيرة بطبيعة الحال ما يبغيش الحار ما يعملو شي وشوية ديال يبزار شوية ديال فلفل احمر شوية ديال كامون ورشيشة ديال الملحة حتى الزيتون عندي ملاح الهريسة ملحة الربع عندي عبتاني كيكون محتاف ضابي فيه الملحة كنشحروا واحد شحيرة خفيفة وكنطفي والنار عاد كنزيدو شوية ديال الزعتر او اي اعشاب منسي ما كتفضلو خليو الحشوة على جانبك تبرد هنا نقسمو العجينة ديالنا العجينة ديالنا ما شاء الله كتكون ضاعف الحجم ديالها غادي نقسمها على الساديال الكويرات نقسمها هكا في البداية العجين ديالي في النصف النصف غادي نديرو ملح ونصح لو بغيتون من نفس العجينة تحضروها جوج اقتراحات اللي غادي نتقاسم معاكم ممكن او تحضرو غير اقتراح واحد لنسبكم ولا اللي تبغيو اكيد ممكن نقسم هكا الساديال الكويرات الجزء الاول نقسمه لثلاثة ديال الكويرات الجزء الثاني ايضا لثلاثة ديال الكويرات والعجينة اللي تقسمت معاكم رغم البساطة ديالها ومكوناتها بساطين كتطلع رائع جدا غتعجبكم بزاف بزاف الخدمة بالفقعة ما شاء الله اللي كيجيو فيها بالخفة وحتى في الاكل ديالها كتجي خفيفة ما شاء الله فقد دائما عملوا مويها دافية وما تطلعوش العجين قاسح طلعوا هكا مرخوف ودلكوهم زيان وان شاء الله دائما تحصلوا على عاجائين رائعين لتعجبكم وتحمر لكم وجهكم مباشرة من بعد ما قسمت العجينة كنغطيها ونبدأ من اول واحدة يعني ما خليتوا لايرتح للتاشي حاجة حيث العاجين ديالنا كي طلع زوين صافي كتخدموا خطوة مرخطوة ما تخمروهم التاشي حاجة غان بدأوا بالاقتراح المالح كنطلق الكويرا الاولى وكندهن بالزبدة والزيت ونرش بالفينو تقدروا تسميدوا أو الفينو أنا كانفضل الفينو باش ما كيبقاش هكا ما كيجيش باين حيث سميدا كانت تكون حارشة شي شوية لفينو كاللوي بتطريقة لي شفتوا كنخلي دك الكويرا الاولى اللي لويت كنطلق الكويرا الثانية كندهن بالزبدة ونرش بالفينو وننحط دك الكويرا اللي لويت الاولى ونلوي عليها الكويرا التانية بنفس الشكل يعني ريكنا نحطوها وسط اخرى منطقة ألوى نضهن سرى الزبدة و نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة لنضيفon حالة سوف نضيفون الويت في بعضهم و نطلق الكويرات الثالثة و سوف نضيفون نفس الشيء نضيفون ركزون على الجوانب و نضيفون نضيفون هنا خفيفون الزبدة و نضيفون ونضغط الشارط الأول ونلوي تمنى شاء الله تكون واضحة في الفيديو ونلوي حتى نهاية الشارط الجزء الآخر هو اللي تنسى الدوبة بهذا الشكل العجينة تجبدوها كيف ما بغيتو هنا فقط ما عنديش الغرض أنني نراقق العجينة وفي الآخر تنضغط بهذا الشكل وحل كنقرسها واحد شوية وغادي نقطعو بهذا الشكل تقدرو تعبرو غير بر بعض الأصابيع وقطعو وعلي حتى بالكبر اللي بغيتو تقدرو تخليو المسي منات ديلكم مربعين او تديرو هكا أنا بغيتهم يجيوني هكا بحل مخيمرات كنجمعهم تقدرو هكا تخليوهم مسي منات مربعين ايضا كيجيو حليل وينو فني او كتجمعو بهذا الشكل دهنو بشوية ديال الزبدة والزيت غير في الوسط ماشي في الجوانب او كتجمعو هكدا مباشرة كيجيو رائع جدا والعجينة خفيفة وكتشكل لكم بسرعة مباشرة نحطهم في صفحة الفورن وكننقرسهم هكدا واحد شوية نغطيهم نخليهم على جانب حتى نكمل اقتراح المالح وندخلهم بجوجة الفرع اقتراح الثاني اللي غدي يكون مالح كنشد الكويرة الاولى نطلقها مزيان نجيب الحاش وغدي نوزعها على العجين بهذا الشكل كننرشب واحد شوية ديال الزيت حيث الحشوة عندي ناشفة وكنطوي بهذا الشكل كنجي في الطاوية يمنين كنطوي الجانب الاول على الجانب الثاني كنحط الحشوة غير في الوسط كنطوي الجانب واحد ونوضع شوية ديال الحشوة حيث نتحش ونسد العجينة بهذا الشكل ها الطريقة هادي 54 لجيب المسمن الطريقة ف vibes looking الأنف action نضع الكويرة الثانية موطق الخليط piầnż نضع الجانب الاول وضع شوية الحشوة غير على المسمناء نضع غير حشوة نطوي الجانب ما قبل الاخير ونوضعش في يدي الحشوة ونشد هكا بالعجل اللي بقى وما كانوضعش الحشوة دابة نحطها على جانب ونطلق الكويرات الثانية إذا بغيتوهم صغيرين نديروا الكويرات صغيرون نديروا نفس العملية بغيتوها تجيكم كبيرة تبعوا نفس المراحل نطلق الكويرات نحط ذاكلم سمنة نحط الحشوة والطوية اللي تنطوي تنحط شوية دي الحشوة إلا الطوية الاخيرين هما اللي ما تنحطش فيهم صافي المسمنة ديالي مبقى لي إلا نحطها في الصينية اللي تدخل الفران كنقرسها واحد شوية باش تجيني هكا ما شاء الله ما غليضاش بززف وما رقيقاش يعوتاني بززف المخيمرات الحلوين دهنتهم بالزبدة والزيت والمسمنة الملحة دهنتها بالزيت مع شوية ديال فلفل أحمر أو التحمية مباشرا ندخلهم الفران ولكن تكون لعجينة بين الكم مختامرة ومفشفشين إذا كشتوهم صامتين خليهم حتي يختامروا ندخلهم الفران على مئتين دراجة يعني نار متوسطة مشعل غير من الأسفل منين نكطب المسمنة من الأسفل كنطلعوها الفوق ونشعلو على الوجه والمخيمرات كنحططهم للساحة حتي كيكملوا النار طياب المخيمرات منين خرشتهم الفران هما صخانين كندهنهم بالاسل وزينتهم بالكوكا ومهارمش وكيكون هادا شكلهم كيجوا ماشاء الله مورقين مقرمشين والبنة ديالهم عجيبة زينوهم بالاسل وبأي حاجو يكن ضروري مدينة للاسل أو المربكة تعطيهم واحد المعداق رائع جدا كيجوا خفافين ريشة المسمنة المعمرة خليتها بلا تزين تقدروا تزينوها بالفرماج تزينوها بش مبغيتو وانا كنخليها هاكدا حيث ما شاء الله كيجي بنينة 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 المسمنة معمرة بالخصوص كنعملها هادي سنين كتجي من أروع ما يكون بنينة وكتفكركم في واحد الزامن الجامين تمنا شاء الله تجربوا هاد الاقتراح للمسمنة المعمرة ولا المخيمرات اقتراح ينسيكم في اقتراح بنانين بزاف هاد المسمنة كتجي خفيفة ودك العجينة لداخل كتجي شيشة بزاف ومختامرا والحشوة كتجي بنينة تمنا جربوا اقتراحات اليوم بصحة وراحة